إذا أردت طلب العلم فاحرص على تفسير القرآن لا سيما كتب المفسرين الذين اهتموا بتفسير آيات الأحكام ومنهم الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي وهو من أهل قرطبة من بلاد الأندلس ورحل إلى المشرق واستقر بمنية بن خصيب في شمالي أسيوط بمصر روى عن أبي عامر بن ربيع وأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم وعبد المعط بن محمد اللخمي وغيرهم وأخذ عنه ولده شهاب الدين أحمد وأبو جعفر بن الزبير وغيرهما قال ابن العماد كان إماما علما من الغواصين على معاني الحديث حسن التصنيف جيد النقل وقال الذهبي إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله من مصنفاته تفسيره المشهور الجامع لأحكام القرآن والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة وغيرها من المصنفات النافعة ويعتبر تفسير القرطبي من أعظم التفاسير قال الذهبي وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وهو كامل في معناه وأبرز ما يميزه الاهتمام بأحكام القرآن قال ابن فرحون في وصفه وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفع أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عواضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ جمع القرطبي مع العلم التعبد وحسن الخلق قال ابن فرحون كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف تميز بالتواضع والبساطة فقد اطرح التكلف فكان يمشي بثوب بسيط وعلى رأسه طاقية توفي القرطبي بالمينيا بصعيد مصر في شوال سنة 71 وستمائة من الهجرة رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة